اشتركوا في القناة وظيفة بعد تخرجي بشكل مباشر لكن هذه الوظيفة اثرت على قناتي بشكل جدا كبير لانه 12 ساعة من وقتي تضيع بدون اي فائدة للقناة خلال هذا الوقت اللي هو 12 ساعة الوقت اللي اروح للدوام وارجع للبيت ووقت الدوام كان يكون 12 او 13 ساعة خلال هذا الوقت ما اقدر اصور فيديو ما اقدر اصور رندرة ما اقدر ارفع فيديو ما اقدر انه اكتب فيديو هواي تفاصيل خاصة بالقناة ما اقدر اسويها بسبب الوظيفة لانه اخذت كل وقتي ايضا كثيرا المتابعين دائما يعاتبني ويزعل انه علي ليش تتأخر برد على الرسائل ليش تتأخر برد على التعليقات وبعض المرات ما ارد سواء على الرسائل او التعليقات اللي توصلني على الفيسبوك او اليوتيوب كل هذه التفاصيل وكل هذا التأخير كان بسبب الوظيفة لذلك قررت قرار وفعلا سويت القرار اللي سويته او نفذت عفوا القرار اللي اتخذته انه استقيل من الوظيفة واستقاليت من الوظيفة وقررت انه اتفرغ لشغل اليوتيوب اتفرغ للشغل اللي يصير مع شركات مع تطوير التقنية بشكل عام الوظيفة شفتها انه تقيدني تحجمني ما تخليني انه اسوي كل شي لانه كل الوقت لا يضيع بدون اي فائدة فتخيل انت نص يومك 12 ساعة يضيع بدون اي فائدة حتى نومي نومي جدا قليل يعني انام 4 او 5 ساعات شفت انه الوظيفة نعم توفر بس ما تحقق كل شي هذا القراري انه ابقى اشتغل على اليوتيوب ابقى اشتغل على الشركات وحتى الوظيفة كانت تتأثر على كثير من السفرات اللي صارت فان شاء الله راح تشوفون محتوى حلو محتوى مغاير ورمضان قريب رمضان كريم على الجميع وعلى كل الاشخاص اللي يتابعوني سواء من العراق او باقي الدول العربية او من اي مكان بالعالم ان شاء الله تكون سنة خير ومحبة على الجميع وهذا القرار اللي حبيت انه اشاركوا ياكم الوظيفة اني من وجهة نظري اشوفها عبودية راح استمر بشغلي على اليوتيوب راح استمر بتقديم محتوى وهذا المحتوى ان شاء الله راح يكون يومي المحتوى راح ينقسم الى جزئين القسم الخاص بتطوير الثقافة التقنية راح تشوفون الفيديوهات كلش حلوة سواء حلول وطرق حماية طرق ادارة كثير من التفاصيل الخاصة بالتقنية القسم الاخر راح يكون خاص بالمنتجات مراجع واستعراض مجموعة من المنتجات وصلت الى نهاية هذا الفيديو ان شاء الله وضحت لكم القرار اللي اتخذته لا وظيفة راح يكون شغلي من خلال اليوتيوب لانه راح اكون انا صاحب الوقت راح اكون ملك نفسي ما يجي شخص يعني للأسف حاليا الوظائف ده شوفها انا انه مسؤولك بالعمل دائما او مو دائما عفوا انه انسان مايفهمشن الشي اللي تسوي انت او الشي اللي تشتغل انت حتى من تبدع في شي ما راح يروح اليك راح يروح اليه كلمات الشكر اللي تكتبوها شي جدا كبير بالنسبة ليا اشكركم واشكر كل شخص يتابعني اللي يحتاج منعدكم هو الدعم المعنوي فقط احتاج متابعتكم احتاج انه تابعون الفيديوهات اللي انشرها دائما تنشروها بين اصدقائكم لانه القناة كل ما تكبر كل ما يزداد متابعين القناة كل ما يزداد مشاهداتها راح تكون اكبر وتنتشر اكبر بالتالي الفوائد اللي راح تصير للطرفين سواء انكم او الي اكبر ان شاء الله راح نغطي مؤتمرات عالمية بالفترة القادمة هذا كل اللي عندي خلال هذا الفيديو اي مستجدات راح ننشرها وصلت الى نهاية هذا الفيديو كالعادة في الختام لا سعنا القول الا السلام والسلام عليكم ورحمة الله